مجابهة كل خطر وكل انحراف ننظر إليه من عدة نواحي البداية أنه ما هو السبب الذي يجعل شاب ولا كبير ولا صغير ولا بنت ولا كذا يجعله ينحرف وينخل معهم إذن عندما نجري دراسة ونعلم بأن السبب ممكن هو الفقر أعطاه له مال ممكن بأنه كان مضغوط عليه في الضغط السياسي ولا الضغط كذا ومن بعدهما أدعوه وجالهم يمكن أنه موش متزود فقهيا يعني عنده موش متمكن ما الدين نتاعه إلى غير ذلك أولا يجب أن يكون عندنا إعلام قوي لكي نرد على الإعلام الآخر لأنه ما يمكنش نبقى دائما أن نتقدم تقصدون هنا بالإعلام الديني نقصد بالإعلام الديني والقنوات يعني القنوات الإعلام الديني في هذه الحالة أي دور يمكن أن أتلعبون مؤسسات الدينية الدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات الدينية هو في بيان ما كنت أقوله منذ قليل في بيان الأخطار دون أن تسمي الفرقة دون أن تسمي الفرقة تقول بأنه مثلا بناء على الآية وعلى الحديث وعلى الإعجاز العلمي على الآية الكونية على كذا تقول كذا شوف النبيس يقول من ضحى أضحيتنا واستقبل قبلتنا وصل صلاتنا يوم العيد فهو منا أتصور أننا لما تكون خطبا تع المساجد كلها في هذا الموضوع في هذا الموضوع من ذبح ذبيحتنا واتجه إلى قبلتنا وصل صلاتنا وصل صلاتنا ثم شكون هو لهذا اللي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعترف بها حتى غير المسلمين بأنه هم يقولوا أكبر العباقرة على الإطلاق نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن أولا لا بد من البحث عن الأسباب وش نعملوا هنا؟ نعملوا إحصاء لشبابنا نتجمعوا شبابنا شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعوا مليح خاصة إخوانا في المستوى السياسي علش النبي صلى الله عليه وسلم في ظرف 23 سنة أقدر يخرج العرب خاصة من أن الإنسان كان يدفن بنته حية كان يقتل كان يعمل الحرب كان تدوم ربعين سنة غير على ناقة وجمل أخرجهم سماها القرآن من حامية من حامية الجاهلية الأولى إلى أنهم ولو ملائكة يقولون نقسم معك الدار التاعية ونكذر هذا بماذا؟ هذا الذي يقوم به الإعلام الديني الإعلام التوجيهي المساجد المدارس وفي الجامعة وفي كذا لأننا كثير من ننظروا إلى هذا المشكل ننظروا إلى أن المسجد يزميقهم بدوره المدرسة أيضا المتوسطة أيضا الثنوية أيضا الجامعة أيضا هل كين أستضرهم يبينوا معالم الإسلام والمرجعية الدينية في الجامعات وفي الجامعات ماهوش غير الجامعة العلوم الشرعية لا أبدا جامعة الفيزياء والكيميا والتكنولوجيا والفضاء والإعلام وكذا إلى غير ذلك هذا أيضا من واجبنا النبي صلى الله عليه وسلم بشميروا الشكل بماذا نجح نجح بما يعرف بشمولية التربية والتكوين تقول تعالوا وتلوا ما حرم ربكم عليكم تعالوا بمعنى عن طريق استدعاء رسمي ماشي دعوة احنا كفرنا في المساجد عن طريق دعوة اللي حاب يجي للجامعة يجي حاب ما يجيش ما يجيش ولا مش هذا احنا كنديرون ندوى ندوى فيقية ولا ملتقى فيقية ولا حتى كي كانت الملتقايات الفكرية اللي نسأل الله أن تعود إلى الجزائر جزائر الحبيبة جزائر بشتوقف وراي واقف الحمد لله ومشاء الله قلت بش نجح النبي صلى الله عليه وسلم وخرجها لك المجتمع وردوا مجتمع ملائكي وابناء أكبر يعني دولة في وقت في الإسلام لأنه كان يجمع الشباب مباشرة يقول لهم هاو الإسلام هاو الإسلام هاو الإسلام هاو الإسلام يبقى غير الشاذ الشاذ يحفظه وانا يقاسه عليه إذن احنا رانا مخليين اللي يتسكع في الطرق قاتل يتسكع اللي رح يصلي يصلي حاب ما يصليش ما يصليش اللي يعمل كذا اللي يعمل كذا نخليناها سبهلالة هذا يخلي ناس وحدة أخرين يقتطبوا أولادنا يدي أولادنا أنا كنخلي أوليدي أوليدي أثناش سنة وثلتاش سنة أثناش تعليله هو في الشارع هو في الشارع ومن بعد نهار اللي يطيح في المخدرات نقولوا عليه إذن أنا خليته في الفراغ الدواء كل هذا يعني من يتحمل مسؤوليته هل هذا راجع لضف مؤسستنا الدنيا لا هو راجع لي أحدا ما نقولش غفلة نقول غفوة غفوة كاين سهو نعم نحن كلنا نتحمل المسؤولية كلنا نتحمل وزارة شؤون الدينية وزارة دقي وزارة دولة حكومة كلنا كعلماء كلنا نتحمل المسؤولية الإعلامية تحمل المسؤولية إذن كلنا كاين أربع أربع منابر تتحمل المسؤولية المنبر الإعلامي والمنبر المدرسي والمنبر المسجيدي والمنبر السياسي كلنا يجب نتعاونه والكلمة اللي بديت بها ربما نتكلمها الآن يعني في قرب الختام اللي هي نقول باللي كيرا نقول وانا ما نستعمش هذه العبارات نحارب هذه الفرق نحارب الفرق لا 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 ما نستعمش كلمة نحارب ولا لا بالعكس نحن نمد لهم يد المساعدة الإسلام جاء بيد حانية جاء الإسلام بيد حانية فحارب العنف باللطف حارب العنف شكرا